اشتركوا في القناة الى جنوب افريقيا للمشاركة في قمة مجموعة بريكسا في اطار المواقف المعادية لنظام بريتوريا واسراره على معادات مصالح المغرب ووحدته الترابية وسيشارك زعيم الميليشيات الانفصالية في هذه القمة التي دعت اليها جنوب افريقيا حيث قامت بمبادرة من جانبها وبشكل احادي الجانب بتوجيه الدعوات للمشاركين فيما كانت حريصة على توجيه دعوة لجبهة البوليساريو امعانا منها في اظهار العدوة للمملكة المغربية هذه القمة التي تجمع دول البريكسا وهي جنوب افريقيا وروسيا والبرازيل والهند والصين ودول افريقيا كشفت وزارة الخارجية الهندية على ان جنوب افريقيا قد وجهت الدعوات للمشاركة فيها بمبادرة احادية الجانب منها وبصفتها الوطنية وكان مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج قد اكد ان المبادرة وراء اجتماع بريكس افريقيا انبثقت من جانب واحد عن حكومة جنوب افريقيا واكد المصدر نفسه ان المغرب لم يفكر قط في رد ايجابي على الدعوة لاجتماع بريكس افريقيا بغض النظر عن مستوى المشاركة وشدد المصدر مؤكدا على ان الرباط تحافظ بالفعل على علاقات تنائية مهمة وواعد مع الاعضاء الاربع الاخرين في المجموعة ثلاثة منها لديها اتفاقيات شراكة استراتيجية مع المغرب وحسب المصدر نفسه فان جنوب افريقيا ابدت دائما عدوانيا مطلقة تجاه المملكة واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية واشار ذات المصدر لان جنوب افريقيا ضاعفت على الصعيد الداخلية وفي اطار الاتحاد الافريقية من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب واكد المصدر عينها ان دبلوماسية جنوب افريقيا معروفة بتدبيرها اللاجدية والارتجالية والاعتباطية في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الاحداثات نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء